ونبتدي أول سؤال مع الأستاذة مريم من الأسكندرية أستاذة مريم سوى عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمة وفضل الحمد لله نعمة وفضل الحمد لله نعمة وفضل الحمد لله اتفضلي أنا اتطلقت ظلم طيب أنا اتطلقت من غير أي سبب طيب وانا عارف يعني أنا جزء يوصب على كده هو بيسمع كلام أهله وانا هو يطلقني يعني هو يطلقك ويسمع كلام أهله فطلقك بغير سبب مغير أستاذة مريم أستاذة مريم وطبعا أنا مكنش بعمله مغير معاملة حسنا أنا بس كنت عايزة أسأل بس تفضلي هم عليهم ذنب ولا كده إيه؟ يعني أنا كده لي حق عندهم أقول لحضرتك أنا مش أدرة حزبنا عليه هو أنا مش أدرة لأن لأنه هو وبعد ما اتطلقت ما اكتشفت أن أنا حامل كمين يا شيخ يعني وليمني ولا معي يعني عشان نحن نسمع بغير الأس أكلم حضرتك أكلم حضرتك يا أستاذة مريم في كل ده بصوا يا سيد خلينا بس نقول إن إحنا عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الرجل أن يفسد المرأة على زوجها وسمي دوت المخبب المخبب الذي هو في الحقيقة وكأنه بيطف النور وبيفسد الحياة الزوجية وحضرت النبي يبين إن الشخص اللي بيعمل الكلام دوت ملعون على فكرة أنا دايما بقول للأهل إياكم تمشوا في طريق إبليس إياكم تمشوا في طريق إبليس وأعوانه لأن إبليس بيفرح قوي قوي باللي بيفسد الحياة الزوجية ممكن تكون أنت وجهة نظركم من الاتنين دولة ما ينفعوش لبعض أرجوكم محتفظوا بوجهة نظركم لنفسكم هم من حقهم يجربوا لحياتهم وإنتوا دولة مش ممتلكاتكم أولادكم مش ممتلكاتكم فاتقوا الله في أولادكم إحنا يا سادة أنا بقول لكم إحنا لابد بشكل واضح لابد يحصل تأهيل للوالدين عند زواج أولادهم إحنا عندنا مشكلة جديدة مشكلة جديدة إن الأهل مزي زمان بيدعموا الزواج دلوقتي الأهل بقوا معبئة على الزواج بيتصرفوا تصرفات ما بتكونش داعمة للزواج يعني محدش يجي يقول لي يعني أنت كنت راضي إن المرأة تتدرب وتروح لجوزها وترجعوها تاني أنا محدش قال كده خالص عشان بس النفس الأمر بالسوق ما تفهمش كلامي غلط أنا بقول اتقوا الله الناس فليقوا الخيرا أو ليصمت اللي مش قادر يتدرب أرجوكم أيها الأباء والأمهات لو سمحتوا منتدربوا إزاي تدعموا الأسرة الجديدة وأنا هفضل لغاية ما يبقى في بلدنا هنا تدريب للزوجين للوالدين تدريب للوالدين للأب والأم إزاي يدعموا الأسرة الجديدة لكن واحدة بنت مش عارفة إيه زنبها ولا هي عملت إيه آه أنتوا شركاء في الظلم إذا كانوا طلقها بغير سبب وإنتوا أعنتوا على الإسم والعدوان إذا هو طلقها من غير سبب أنتوا معتدين فاتقوا الله سبحانه وتعالى هتوقفوا قدام ربنا لو مش عاجبك شكلها مش عاجبك طريقة كلامها ما توصلش أن أنت تهدي لها بيتها أنت ترضى أن أولادك يتعرضوا لهذه المهانة أو يتعرضوا لهذا الخطر اتقوا الله يا جماعة اتقوا الله في أولادكم اتقوا الله في أحفادكم ما ينفعش أن أنت تقول أعز من الولد ولد الولد وبعدين تيجي تعمل كده في أولادك في أولاد ابنك تخرجهم في أسرة غير مستقرة فاتقوا الله سبحانه وتعالى أما يا بنتي فهو ما ينفعش يطلق يطلقك ويطلق الأولاد لا ده واجب عليه أنه ينفق عليهم وواجب عليه كمان أنه يرعاه ولو أنه الظاهرة الخبيثة التي ظهرت أن الراجل يطلق العيال اللي يطلق الأولاد دي دي ظاهرة خبيثة وأنا بقولكم إلا هيساعم في نشر هذه الظاهرة الخبيثة هياخد اسمه واسم من يفعل مشله فاتقوا الله سبحانه وتعالى الأولاد ما بيتطلقوش الأولاد بيرعى ولازم الناس تفهم كده أنت عليك أن أنت تنفق على أولادك حتى لو طلقتهم مهم دي حاجة من بداهيات الحياة ومن بداهيات هذا الدين فاتقوا الله سبحانه وتعالى